كثير بنسمع عن الناس اللي بتنصاب بأمراض بيقرر الطبيب انه هي ناتجة عن سوء التغذية وبالتالي رغم انه هنه ممكن يكونوا بيتناولوا كميات كبيرة من الطعام الا انه هذا الطعام بيمجمله وما بيكون فيه القيم الغذائية او التغذية الصحيحة اللي بيحاجة الى الجسم والعكس صحيح سلمة بنسمع بناس كثير بتقولك اكل كثير خفيف بس انا يعني وضعي صحيا كثير ممتاز بعكس الاشخاص اللي بيأكلوا كميات كبيرة ولكن ما بيكون في هدول العناصر الغذائية المهمة للجسم هدول القصاص قدامهم اليوم نحن نباعد عن سوء التغذية قد فيه امراض نحن رح نباعد عنا كمان وقتل يكون غذائنا صحي ومنظم اكيد هنروح بهذه الفقرة لنتعرف اكتر شو نحن قادرين ضمن هاي الاوضاعنا كله نستفيد من هاي الاكلة باقل الامكانياتنا بيقولوا مع ضيفتنا لليوم اخصائي التغذية يا بوسينا اهلا محمد صباح الخير يا بوسينا سعاد صباحك ونصباح النور سعاد صباحك وهلا وسهلا فيك بداية لحتى نقول انه هذا الشخص يعاني من سوء التغذية او المشاكل الصحية اللي عنده هي ناجمة عن سوء التغذية شو هو سوء التغذية بالاساس سوء التغذية بيشمل مصطلح سوء التغذية كل الحالات كلاشكال نقص الغذاء من نقص وزن بتسبب نقص وزن او حتى زيادة وزن او حتى نقص بالمغذيات الدقيقة او مدخول الطاقة اللي داخل الجسم سوء التغذية بيشمل ثلاث حالات الحالة الاولى هي نقص التغذية الحالة التانية هي سوء التغذية بنقص المغذيات الدقيقة متل الفيتامينات والمعادن والحالة الثالثة بتشمل السمنة والأمراض غير السعري مثل السرطانات بعض أمراض الرئة وأمراض القلب وسكت القلبي حكينا بشكل عام تعريفاً لسؤال تغذية شو هو خليني نحكي اليوم عن الأعراض كيف اليوم شخص قادر ينتبه لوضعه أنه أنا اليوم وضعي صحي في شيء موصح أو نحن بجوز بالعين مجرد دي سلمحين نشوف حدا شاحي بعنده شوية ضربات بجوء منقول في سوق تغذية اليوم طبياً كيف بواحد يقدر يميز بالقصة؟ غالباً نقص المغازيات الدقيقة للفيتامينات والمعادن كل نوع من الفيتامين المعين أو معدن معين بيظهر على الجسم نقصه بيظهر بشكل يعبر عن نقصه مثلاً لدينا نقص فيتامين A منظم الصحة العالمية أوسط بأهم العناصر اللي بتأثر على الصحة العالمية عموماً اللي هي فيتامين A والحديد واليود هؤلاء أهم العناصر اللازم ننتبه لها كنقص تاني شيء شعور بالغالب الأحيان بالبرودي حتى لو كان الجو معتدل هذول الأشخاص كمان لازم ننتبهوا أنه ممكن يكون عندهم سوق تغذية ضعف الزاكرة ونقص المناعة سرعة الإصابة بالأمراض كلها إشارات بدلنا على وجود سوق تغذية لدى هذا الشخص طيب خلينا نحكي كمان اليوم كيفية تشخيص سوق تغذية هل فيه تحاليل معينة لازم نجريها الشخص وخصوصاً بنشوف فيه ناس ممكن بياخدوا كورس بيتامين مع هيك بعد فترة بتستمر هي المشكلة عندهم ما بيستفيدوا بنلاحظ نفس الأعراض اللي كانت موجودة وإذا كان فيه ارتفاع بنلاقي ارتفاع بسيط بالنتائج تماماً تشخيص بيتم حسب الحالي ما هو سوق التغذية حكينا عنه ثلاث حالات فحسب الحالي اللي عندي أنا بشخص سوق التغذية أول شيء عندنا تشخيص بالمعينة العينية يعني الظاهرية مثلاً عندنا إذا كان سوق التغذية مرتبط بنقص التغذية فعندنا ثلاث حالات عندنا حالة الهزال اللي هي نقص نلاحظ على الشخص نقص الوزن بالنسبة للطول عندنا التقزم حالة تانية من سوق التغذية اللي هي قصر القامي بالنسبة للعمر وعندنا انخفاض الوزن أو النحافي مهم نستدل عليها بعملية حسابية اللي هي بدي ماس اندكس اللي هي مؤشر كتلة الجسم بعملية حسابية اللي هي تقسيم الطول أفضل الوزن على مربع الطول بالمتر فبيطلع عنا هذا الرقم إذا كان مثلاً 16 بيدلنا على أن هذا الشخص يعاني من النحافي إذا كان 14 هو النحافي شديد الفحوص المخبرية ممكن نحن نطلب فحوص مخبرية للفيتامينات نسبة الفيتامينات بالجسم نسبة المعادن وجميع المغازيات الدقيقة هيك بنشخص المرض حكينا عن الكبار اليوم كيف نحن قادر نشخص هذه المرضة وشو ممكن الأعراض اللي تدل أنه اليوم عند هذا الشخص سوء تغذية خير روح شوي للأطفال والرداء يعني كمان نسمع كتير بهاي الحالات نشوف حالات وقاللي طفلي عنده سوء تغذية اليوم الأعراض بتشابه مع الكبار أو لا؟ في شيء خاص فيهم؟ أكيد الأطفال لهم شيء خاص بيئة الأعراض منلاحظ ضعف بالنمو عنده الطفل بيظل الطفل كحجم كطول عنده ضعف أو غير أقرانه اللي تغذيتهم سليمة كمان عندنا ضعف بالتطور للمهارات الحركية يعني يتأخر بالتسنين، تأخر بالجلوس، تأخر بالزحف تمام كمان عندنا الأطفال نلاحظ عندهم سوء تغذية عندهم خمول دائم قلة نشاط وقلة حركة معروفة على الأطفال نشيطين فلا الأطفال اللي عندهم سوء تغذية نلاحظ الخمول وضعف بالحركة عموما عم نحكي على أي عمر هون؟ هون العمر بالأشهر لحتى 3-4 سنين يعني منلاحظ هاي الأعراض عليهم سهولة إصابة بالأمراض كمان طيب خلينا نحكي عن العلاج يعني بعض هاي الأمراض اللي حكيتي عنها هي الأساس فيها الغذاء نوعية الغذاء والحياة كلها يعطيه من الطفولة حتى اللي الكبار بالسن خلينا نبلش نحكي كيف ممكن نبلش نبني نظام غذائي سليم تماما العلاجة بيشمل ناحيتين العلاج المنزلي أو الشخص أنا فيني أنا أعالجه بالمنزل ما داعي للمشفى اللي هو بيشمل أنه أنا تكون نظام حياة صحي بالكامل حصول على المغزيات الدقيقة من الفواكه والخضار تناول يوميا لا يقل عن خمس حصص من الفواكه والخضار لتجنب عوز البيتامينات والمعادن انتباه لكمية البروتين يعني البروتين أساسي في بناء العضلات والبناء الأنسجي تمام وحصول على مصادر الطاقة من المصادر الغذائية مثلا السكريات من المصادر السكريات النشويات المعقدة ما روح على الفاستفود أو السكر البسيط اللي فورا بيرفع سكر الدم فنظام الحياة صحي تناول الوجبات يعني يكون الطبق اليومي غني شامل العناصر الغذائية كافة من خضراء لفواكه لنسبة البروتين كل الحصص تكون بكل وجبة أنا محتاجتها بينما في حالات سوء التغذي الشديد هون أنا بحتاج لعلاج بالمشفى فهون بالمشفى بيتم خفض درج الحرارة أو أنه خليها تكون سوية درجة الحرارة مناسبة للشخص بيتم اعطاء أو توازن شوارد مثل المنغنيزيوم والبوتاسيوم اعطاء شوارد اعطاء كمان المحلول السكري واهتمام بكمية السوائل أيضا اللي بيخطأ الشخص العلاجات بشكل عام طيب حكينا بشكل عام عن طريقة العلاج كان بالتغذية وحسب الحالة إذا كانت بالأول وإذا اشتدت ولكن اليوم نحنا نرجع من أكيد على فكرة أنه ضمن الظروف اليوم نحنا بحاجة لأمور أبسط يعني اليوم كرمال كل الأسرة تقدر تقدم لطفلة المكملات الغذائية الصح فاليوم هيك إذا منحكي عن ثقافة طبية ثقافة للغذاء الصحي ما عم نحكي عن أنواع عم نحكي عن ثقافة شو ممكن اليوم نرجح للأسرة منبلش بالتصقيف من الأسرة لحتى نحنا نحصل على مجتمع معافة تماما فالتصقيف كثير ضروري بالأسرة نبلش من الأسرة الصغيرة من الشخص نفسه من الفرد نفسه يبلش أنا عندي وعيه تغذويا أنه فهموا شو هي العناصر اللازمة لجسمه يوميا دلوا على الأكلات الصحية أكتر اللي بيعتمد علي أكتر وخاصة بالأعمار الفترات الأولى من العمر تماما فهو من صغر لازم أن ابني عنده ثقافة تغذوية بحيث أنه يكفي عن نفس الطريق هو النظام بشكل عام من الصغار بدي يطلع الطفل يوم يتعود أنا الأكل من الدرنية الأكلية بتفيدني تماما فأنا بعود طفلي بحط ببو بالخضار والفواكه أهم شيء لغنية كثير بالفيتامينات والمعادن لازم أنا كمان نزود حسس البروتين عند الأطفال لإضمن النمو فمنذ الصغر هو بتعود أنه هذا هو عم يحصل على المصادر الغذائية من مصادر غذائية صحية وليست سكريات مصنعة أو معلبات أو أي شيء بضر فطبعا من أهم الأشياء اللازمة نحن ناخدها بعين الاعتبار أنه التسخيف من نزود صغر ومن الأسرة نفسه بصير عادة في بابا خلينا نحكي عادة قدي بدواءت اللي يتم بناء مثلا شيء اللي يتهدم بجسم إنك عمل نقص فيتامينات أو غيرها قدي بيتم يعني نحكي عن وقت اللي لازم الشخص ياخد فيه سواء الكورس اللي يكون موصوف إلو من طبيب بعد تحليل إضافة لنا خلص نمط الغذائي هو مدى الحياة بدأ يكون بشكل جيد هون اعتمد أنا حسب الحالة المرضية حسب شدة الحالة المرضية اللي أنا موجودة عندي فيه علاجات بتقتصر عني أنا أخذ مكملات غذائية بالإضافة لغذائي اليومي العادي أخذ أنا مكملات على شكل أقراص دوائية وفيه حالات تانية أنا باتجه لأنه أنا بدي وصلها للدم فورا فبأخذ مكملات مثل فيتامينات وغيرها عن طريق الدم فبتختلف حسب الحالة وبالنهاية الحالة بتكون بحددها الطبيب وشو المناسب لإلعا نعم بدنا نتشكرك كتير لوجودك معنا ولكل المعلومات اللي قدمت لنا إياها شكراً إليك شكراً إلكم إن شاء الله هدول النصائح يوصلوا لكل إسراء سوري وقوالهم نحن يعني لنقدر نبني هذا الطفل بشكل سليم وبعمر كتير صغير نشكر حضورك وأهلا وسهلا فيك شكراً إلكم شكراً إليك شكراً إليك شكراً إليك